موسيقى قال يسوع لا تدينوا لكي لا تدانوا مثل ما ذكرت ما الدين لأنه بتعرفش ظرف الشخص الآخر ما بتعرف مضي ما بتعرف ظروفه ما بتعرف المراحل اللي بمر فيها يمكن أنت شفت السقطة لكن وراء السقطة فيه يمكن تاريخ كامل وماضي كامل من الطفولة حتى فأنت ما الدين لأنه أنت مش شايف كل الظروف مش شايف كل الحقيقة مش شايف كل الماضي ما الدين لأنه ما تحطش نفسك في مكان الله بالوقت اللي أنت عم بالدين أنت عم تحكم على نفسك هذا الشخص ربما زل في هذا الموقف فقط فأنت عم بتشوف هذا الموقف لكنك لا ترى السقطة ما بتشوفش الخفايا ما بتشوفش الماضي يمكن في أشياء كتير هو شخص مميز وكتير كويس لا تدين لأنك لا تعرف كل الحقائق عن الشخص لا تحكم كما قال أحدهم لا تحكم على إنسان حتى تجتاز في ظروفه يعني بكلمات أبسط حط نفسك مكانه وحط نفسك في ظروفه تكلمت عن النقد الهادم المدمر في النقد الخادع هذا النقد تعرف حبائي يعني بيتكلم بقول للإنسان يعني أنت عم تنظر القذة في عين أخوك أما الخشبة اللي في عينك فلا تفطن لها الخشبة على فكرة هون مش يعني خشبة صغيرة زي الخشبة هاي اللي شايفينها وراي أو هذه الخشبة بيتكلم عن عارضة من الخشبة طبعا المسيح بيتكلم بأسلوب حتى يوصل حقيقة مهمة جدا طب أنا إذا الخشبة مغط عيني كيف بدأ أشوف القذة اللي في عين أخوي قبل ما أطلع القذة الصغير في عين أخوي لازم أشيل الخشبة الكبيرة من عيني فلما بشيل الخشبة بصير عندي وضوح بصير عندي عين وهذا بيتكلم عن اختبار لما أنت بتختبر حضور الله بتصير تطلع على الشخص بمنظور بيختلف مش منظور الإداني والدينوني والذم وتدمير الشخص الآخر أنت بتنظر إليه من منظور أنك تعينه وتساعده لأنه أنت لما بدين تدان وبالكيل اللي أنت بتكيله رح يكال لك بنفس الموضوع فهذا النقد اللي بيخدع هذا نوع من المرآة أنت مش شايف كل الصورة لكن عم منخدع في هذه الصورة ترجمة نانسي قنقر